اشتركوا في القناة الدور الوطني الكبير الذي تقوم به وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تنفيذ رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه في تعزيز مكانة مملكة البحرين وإسهاماتها المقدرة والملموسة في تعظيم منجزات الوطن وأكد سموه على أهمية العمل والتنسيق بين مؤسسات الدولة للارتقاء بالعمل الوطني والتغلب على كافة التحديات مؤكدا الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في السير بعجلة الوطن الاقتصادية وإبراز المملكة من الناحية الاقتصادية جاء ذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها سموه لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والالتقاء بالمسؤولين بتلك الجهات ضمن مسيرة التطوير الشامل والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه من ناحيته أعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن خالص التهاني والتبركات لسموه بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعين سموه مستشارا للأمن الوطني كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لسموه لما تحظى به الوزارة من اهتمام خاص مشيدا بدور سموه الرائد في إبراز العمل والمبادرات الوطنية